السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو نطلق الى اهم مصادر الطبيعية للمغنيسيوم اولا اليقطين او ما يسمع بالقرع ويعتبر من اكثر المصادر اللي يحتوي على المغنيسيوم ثانيا بذور عباد الشمس ثالثا الموز لكن لا ينصح به لمرضى ارتفاع السكر او تحتاج انت بالحقيقة اكثر من 3-4 أو 5 موزات باليوم وهذا يعني فتشي غير لا ينصح به ادك الافوغادو وما ادراك من الافوغادو بالنسبة كلش ممتازة من المغنيسيوم والفيتامرات المعادلة الاخرى يعني لكنه غالي شوية اضن جميع الخضروات الورقية تحتوي على مغنيسيوم الشوكولات الداكنة الخالية من السكر تحتوي على المغنيسيوم المأكلات البحرية تمام مثل الروبيان واسماك السليمون والتونة والسردين المكسرات وخصوصا الجوز واللوز وعدنا السبانغ هذه اهم مصادر المغنيسيوم طبعا اكيد اكو اكثر لكن هذه الاكثر طيب على هذا الاساس ما هي حاجة الجسم في اليوم طبعا المغنيسيوم يعتبر هو ثاني عنصر بعد البوتاسيوم يحتاجه الجسم البوتاسيوم طبعا يكون 4700 ملغرام او 4700 ملغرام اذا بالنسبة للمغنيسيوم نحتاج من 300 الى 420 ملغرام وبالتالي حقيقة لا تستطيع ان تتوفره من الطعام لا تتوفره فينصح ان تاخذ تابلت خصوصا من نوع مغنيسيوم نوع سترات او ستريت ان شاء الله راح نجع الى مكاملات المغنيسيوم بالفيديو القادم